لماذا صمت جميع قادة الشرعية عن حدث كبير مثل سقوط محافظة الجوف؟ وماذا بعد حالة الاستلاب والتغييب التي تحيط بشرعية اليوم؟ وما هو ماصير باقي مناطق الشرعية بظل استمرار هذه السياسة من قبلها ومن قبل التحالف؟ أهلا بكم، صمت مطبق هي حالة قيادات الدولة اليوم وهم يرون المناطق تسقط طبعا من بين أيديهم لصالح ميليشيا الحوثي خمس سنوات من تأسيس الجيش ودعم ما يسمى بالتحالف تحول فيها الحوثي من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم في مختلف الجبهات من الساحل الغرب غربا إلى عقبة ثر جنوبا إلى نهم والجوف شمالا بخصوص أحداث الجوف صرح أحد ضباط الجيش لقناة بلقيس بالأمس أن القوات السعودية سحبت عداد أهل عسكري قبيل سقوط مدرية الحزم بيومين الأمر الذي يفسر مواقف المملكة السعودية مؤخرا من الجوف إلى نهم وعدن وغيرها لكن هذا الانقلاب في موقف السعودية لم يلقى أي اعتراض أو انتقاد من قبل مسؤولي الحكومة المقيمين في الرياض منذ خمس سنوات جبهة أخرى من جبهات الشرعية تسقط وتتقلص تلك المساحة التي ظل مسؤولي الشرعية يتحدثون طوال الأعوام الأربعة الماضية عن سيطرتهم عليها ليصبح كل يوم أصغر فأصغر ومعها يتقلص حضور الشرعية ودورها في المشهد اليمني لا تعليق هكذا تعاملت السلطة الشرعية مع سقوط واحدة من أهم جبهاتها وهي محافظة الجوف ليصبح صمت الشرعية وتواريها هو الأمر الأكثر إثارة للتساؤل حالة من الاستلاب والتغييب يعيشها الرئيس هادي ومسؤولوه إزاء كل ما يحيط بالبلد وبشرعيتهم على حد سوى لم تعد أجندة التحالف غامضة بل واضحة للجميع تمكين الحوث على حساب الشرعية في الشمال وتمكين الانتقالي على حساب الشرعية في الجنوب وتقسيم البلاد وإنهاكه لكن الذي لا يزال غامضاً هو كيف يصمت قادة الشرعية على هذه الاستراتيجية التي تتلاقى فيها أجندة الإمارات مع الأجندة السعودية من الحشة وحجور إلى عدن وأبيان وأخيراً في نهم والجوف كل هذا الخذلان والتآمر لم يدفع بمسؤول حكومي واحد لتقديم استقالته أو رفع صوته برفض ما يحدث ومكاشفة الشعب عما يحدث ليبحث الشعب عن خياراته ويتحمل مسؤولياته طالما وقد أصبحت الشرعية غير قادرة على فعل شيء أدعوهم من هذا المكان ليدافعوا عن كل مكتسباتهم وعن كل خرامتهم وعن مدينتهم يصرخ أبناء الجوف أين الجيش ويصرخ الجيش أين هادي ومحسن لكن هادي ومحسن لا يصرخان ولا يقولان شيئاً وإذا فعلا فهما يثمنا جهود المملكة ودعمها الكبير في حالة الجوف قال الكثير من اليمنيين إن الهزيمة ليست في أننا فقدنا جزءاً من الأرض بل في حالة الوهن الذي يبدو واضحاً في صف الشرعية والذي يشير إلى أن هذه الهزيمة لن تكون الأخيرة توصل الكثير من اليمنيين إلى حقيقتهم الخاصة لم يعد بالإمكان كسم الحرب واستعادة الدولة اليمنية بهذه القيادة وحتى تلك الانتصارات التي تحققت قبل أعوام باتت الآن محاصرة بالخدلان والمؤامرات ما يجعل من هدف استعادة الدولة يبعد كل يوم أكثر مما كان في سابقه إذن مشاهدين الكرام في هذه الحلقة سيكون معنا هنا في الأستوديو الكاتب والصحفي ياسين التميمي وسينضمه آخرنا خلال هذه الحلقة فأهلا بكم وبك أستاذ ياسين سألتك أحياء لك ولمشاهدين أهلا بك أستاذ ياسين حتى الآن ربما يعيش اليمنيون صدمت سقوط الجوف ولكن بالمقابل هناك استرخاء عجيب وهدوء مستغرب من قبل الشرعي وقيادتها العسكرية ما تفسيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طبعا معركة الجوف منذ أكثر من شهر وقائعها كانت تشكل مقدمات منطقية لما حدث فيما بعد فقدان الحزم الجوف لا يشكل تحولا استراتيجيا في مسار المعارك بقدر ما يشكل محطة من محطات التعاطي يعني الذي يتسم الغدر من جانب التحالف مع هذه الشرعية فهو في الوقت الذي يعمل على تفكيك هذه الشرعية وإضعافها وتشويهها وتجريف مشروعيتها ونفوذها على الساحة أيضا يعمل على خلق وقائع جديدة وبالتالي فنحن اليوم يبدو من المستغرب أن تحدث انتصارات عسكرية في ظل ما نراه من تآمر واضح وحصار واضح وتوجه واضح لهزيمة الشرعية الشرعية التي تعتبر تعبير عن حالة التغيير في اليمن التغيير الذي مثلته ثورة الحادي عشر من فبراير لا يتحملها هذا التحالف بشقيها السعودي والإماراتي بل أنه جزء من التواجد العسكري واحد من أهداف التواجد العسكري السعودي والإماراتي هو القضاء على هذه الثورة الذي حدث هو أنه عندما استعانوا بالحوثيين في 2015 وأدخلوهم إلى صنعاء كانت مهمة الحوثيين هي القضاء على تجمع اليمن الإصلاح باعتباره أحد أهم الحوامل السياسية لثورة التغيير وطبعا الإصلاح وبقية الأحزاب وجدوا أنفسهم مضطرين للتعاطي مع الموجة الشعبية التي طالبت بالتغيير فمثلوا طيلة هذه الفترة ضمانة أساسية للتغيير بأقل ما يمكن من الخسائر في مقدرات اليمنيين وأرواحهم ودمائهم لكن ثم تمن عمل وضخ كمن هائلا من التحريض في الفضاء الإعلامي ضد الإصلاح طيلة الفترة الماضية وتبين فيما بعد أن هذا التحريض ممول من الإمارات السعودية في ذلك الفترة فستدعي جراء تحول كبير في سياسة السعودية من دعم للسلافيين إلى سحب السلافيين من ساحة المواجهة بشكل كامل ما سمح للحوثيين بإسقاط الدماج بكل سهولة والتوجه إلى حاشد ومن ثم إلى عمران ومن ثم إلى صنعاء كان الهدف أن الحوثيين يدخلون إلى صنعاء فيأخذون مواجهة خاطفة مع الإصلاح وينتهي للجميع تنتهي مهمة الحوثيين عند هذا الحد الذي حدث هو أن إيران استفادت بشكل كبير جدا وفرضت ثورتها الإسلامية في المشهد اليمني ما استدعى هذا التكتيك الذي أبقى الإصلاح جزءا من مشهد الحرب إلى جانب التحارف لكن الآن السعودية تعمل بشكل حتيث على التخلص من الشرعية ومن الاتزاماتها تجاه الشرعية أمام المجتمع الدولي وكل القرارات الدولية الصادرة في مجلس الأمن مبنية على أساس احترام هذه الشرعية التي منحت مشروعية التدخل العسكري للمملكة العربية السعودية والإمارات هناك تمويل يضخ الآن لتجريم هذه الشرعية حتى تنسحل حتى تتنصل السعودية تماماً من الإمارات من مسؤوليتهما تجاه هذه الشرعية من إعادة تثبيتها ودعمها في مواجهة الإنقلابين إلى القضاء عليها بشكل كامل هذا الأمر يأخذ أبعاد عديدة منها حرق سمعة الإصلاح والشرعية وقيادة الجيش الوطني حرق كاملاً عندما لم ينجحوا طيلة الفترة الماضية من خلال الضخة الإعلامية والخطاب السياسي المعادي لأركان الشرعية ممثلة في الأحزاب وخصص الإصلاح طبعاً بقية الأحزاب متمالئة الأحزاب للأسف القومية واليسارية أصبحت تحولت من العداء مع القوى الرجعية إلى أدوات رخيصة بيد القوى الرجعية العداء واضح للإصلاح والجيش الوطني اعتقاداً من السعودية والإمارات أن الجيش الوطني يتضمن أو يشمل فيما يشمل بين صفوفه قيادات أو مقاتلين من الإصلاح فعملوا على حرق عبر الضخل الإعلامي والسياسي فشلوا طيلة الفترة الماضية وجدوا أن الحوامل الثورة اليمنية والوحدة اليمنية والنظام الجمهوري متواجدون في الجبهات وصامدون ومحققون تقدم لجأوا إلى أسلوب الاستهداف المباشر للمعسكرات والخطوط الأمامية تحت مسمى الضربات الخاطئة لكن اليوم التكتير يتحول بشكل كبير جداً إلى حرق هذه الأدوات التي وفرت المشروعية للسعودية والتدخل العسكري السعودي والإماراتي ومحاولة استبدالها بشق الثاني من الإنقلابيين وهما المؤتمر الشعبي العام اليوم يحركون محاولات ما يسمى بترميم الصف الجمهوري نعم هذه محاولة ممتازة جداً لكن لا نريدها أن تكون ورقة سياسية أخرى بيد المملكة العربية السعودية والإمارات لتستخدمها للوصول إلى تحقيق هدف سياسية ونريد أن تكون هذه المبادرة فعلاً تنطلق من حرص مشترك من كل الأطراف التي تحرص على الجمهورية وعلى الوحدة اليمنية بحيث تتحرك وتتمنى مشروعاً قد يكون هذا المشروع بديل حتى عن هيمنة نظر هل يمكن ذلك في ظل الاستماتة والتسليم الكامل للتحالف بقيادة السعودية من قبل الشرعية هل مازال الأمر متاح للداخل بأي تحرك أو لمن تسمهم بقيادات حقيقية أو وطنية بأن تصنع شيئاً مختلفاً؟ للأسف ينبغي أن نعترف بأن كل الذي نشهده اليوم من تحركات ومبادرات هي جزء من أجندة سعودية إمارتية ممولة تمويلاً كاملاً من هاتين الدولتين يعني في الوقت الذي يعمل بعض الرموز والقيادات والناشطين باتجاه ما يسمى بالتفحيد الصف الجمهوري تتوالى الضربات الموجعة التي توجهها السعودية والإمارات في الميدان للشقة الثانية من هذا الصف الشقة الثانية يمثل الإصراح وكل من ينظر إليه على أنه جزء من ثورة فبراير هؤلاء يتم إحراقهم الآن ميدانياً وقتلهم وتصفيتهم وتسليمهم قرابين للحوتيين وإظهارهم على أنهم قوة منهزمة مندحرة من مواقع القتال بينما كما ورد في التقرير السعودية سحبت منظومات الدفاع الجوي من حزم الجوف نعم سنتحدث عن هذه النقطة نعم إذن تفضلي اسمحنا فقط أن ينضم معنا الخبيل العسكري العميد حسين العمري من القاهرة عبر الهاتف مسأل خير سيدة العميد أهلا بك سيدة العميد دعني أسألك سؤال عام وهو سؤال حلقة هذه الليلة برأيك هل ما زالت الشرعية تخوض معركتها ضد ميليشي الحوتي؟ أولاً أختيار في أحييكي وأحيي فناس بلقيس ومشاهدي الكرام وموصلة ضيوفك الكرام طبعاً ما حسن في الجوف هو قريرة متاجئ تذكري في حلقة سابقة ذكرت في مداخلة أنه إذا لم يتم إنقاذ الجوف وأن مصيرها سيكون مصير كشر وحجور ومهل وهو نفس السريو الذي شاهدناه في ناهم وشاهدناه في الحجور وفي البيضة قبل مقطع النظير من قبل الشرعية وهو يعتبر هجينة للتحالف قبل أن يكون الشرعية وأنا رأيتهم أنك العربية السعودية كل معظم أو جل هذه التشكيلات العسكرية التي تقاتل في الجوف قد لا تتبع مباشرة وزارة الدفاع وتشكيلاتها العسكرية وهيكمها المعروفة هناك ما تم هو صمود من قطع النظير من قبل قضائل الجوف وبطيادة اللواء الشيخ عمين العكيمي منذ أكثر من 45 يوم وهم يستنقلون وهم يسيحون وهم يطلبون المدد والإسناد ولكن مع الأسف تم خضلانهم أيضا في شرط هذه التشكيلات العسكرية أن تنطويل تحت قيادة موحدة وتحت أرصة عمليات مشتركة يتم قيادتها وتشييرها من خلال قادة عسكريين ومؤهلين تأهيل أكاديمي نحن مرامل وتكتران نقول أنه عندما تكون المعركة بمنظور إيجالوجي ورئيسة بمنظور عسكري يكون نفشل نصيبها لأنه هناك أكثر مضائش وهناك أكثر من تكتيف وهناك أكثر من ولاة في معركة واحدة وهذا محيط ومشين لتشكيلات لكن سيدة العميد يعني خمسة وأربعين يوم كما تفضلت والمعارك على مشارف الجوف في نهم والسقود كان متوقع ومقروء لنتيجة الخضلان من قبل الشرعية وعدم هل يعقل أن تكون غير مستوعبة ما الذي يحدث أو لم تدرك أبعاد المعركة؟ المشكلة أنه لا نجد قيادة موحدة التي نستطيع أن نتحملها المسؤولية المباشرة لكن الحرب التي حصلت في الجوف هي حصلت من قبل تشكيلات عسكرية أغلبها لا تمثل في سلق العسكري ولا تمثل وزارة الدفاع ولا تمثل حياة الجيش النظامي بل هي جيوش شعبية أو تشكيلات شعبية أكثر منها من جيوش نظامية فالكل سيقول لها شيء يقول لك هذه التشكيلات لا تتبعني مباشرة ولاءها وحقيقتها العسكرية ليست ولاء العسكري يتبع وزارة الدفاع مع العجب أننا نوهنا كثيرا في كثير من المقابلات وكثير من ظهورنا على شركة التلفزيون سواء على قناتكم الموقرة أو على قنوات أخرى بأنه يجب أن يتم إجلاج هذه التشكيلات العسكرية التي تم إنشائها سواء بقيادة مباشرة مقربة من قوات التحالف من مستقبل سمول أمير فهد من تركي أو تم إنشاء وحدات وتشكيلات على كريخها لأطار وزارة الدفاع يجب أن يتم دمجها وتأهيلها تأهيل أكاديمي ويتم تدريبها تدريبا كافيا مع الأسف أننا نشاهد أن الشرعية التي هي الدولة المعترفة بهاته وليا أصبحت تتحول من دولة المعسوسات إلى تشكيلات ميليشياوية والميليشيات السعوبية أصبحت تتحول إلى دولة أمر واقع وأصبحت تكتع الكليات العسكرية وتقرد كوادر من الكليات الملمة الشرعية أغلقت المعاهد العسكرية وأغلقت الكليات العسكرية كلنا نتمنى على أخوات التحالف وعلى دولة التحالف التي بلقتها 14 دولها أن تستح معاهدها العسكرية وكلياتها العسكرية ومدارسها العسكرية لتأهيل أفراد الجيش الشرعي حتى يسمح جيش نظامي نوعي مؤهل ومدرب تدريب أكاديمي ومؤهل بخوض المعارك العسكرية في تشكيلات عسكرية جيش نظامي وليس جيش وطني أو تشكيلات إجراجية سواء كانت سلفية أو أخوانية أو غيرها لكن بالأسف أنه تم تشكيل أدة جيوش لدينا جيش في الجنوب تحت مسمى الأحكمة العامية والنخب العضرمية والشبوانية وما إلى ذلك وهناك كتائب خاصة تتبع عبو العباش وتتبع عبو فلان وهناك جيش في الساحل الغربي تتبع جهة أخرى فنحن نقول أن هذا الخلل الكبير في الجيش الشرعية يجب أن يتداركوه وأن يتنعج هذه البيوش وهذه التشكيلات وهناك تشكيلات وألوية خارج إطار معصفة وزارة الدفاع تتبع مباشرة بقوة التحالف ومثلة بسموه العمير فهدي من تركي مباشرة ولا تأتمر بأوامر بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة وأركان ولا تندمج تحت هياك نهاء العسكرية المعترفة والمناطق والمحاول وهذا الخلل إذا لم يتم تداركه فأنه لا يمكن تحقيق نصر في أي جنهة بل أننا سنشاهد أيضا نفس السلال اللي يتكرر في جبهة بيحان وفي جبهة حريبك لا نستبعد عن تكون المعرض في خطر المحضة في الجوفة تقضى وشقوطها لا يعني نهاية الحرب ولكن يعني خسارة المعرض وهذه الخسارة هي في الأول تعتبر خسارة قوات التحالف على رأسها البدقة العربية السعودية قبل أن تكون خسارة القوات الشرعية نعم إذن شكرا جزيلا لك العميد حسين العمري كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة إذن ما رأيت بحديث الخبيل العسكري العميد حسين العمري وهي تحدث عن تعدد القيادة لا يوجد جهة واحدة يمكن لومها الجيش الذي لدينا لا يعد جيش نظامي حقيقي وإنما هو مجموعة من القبائل التي تكونت والمقاومة التي كانت لغرفة عمليات لغرفة اتصالات فبتالي بهذا الجيش لا يمكن أن يتم تحقيق نصر طبعا جزء أنا اتفق معه جمالة وتفصيلا هو جزء من هذا المشهد المرتبط صنعه التحالف بإتقان وكما هو معلوم أن فهد بن تركي الذي هو قائد القوات المشتركة والذي يشرف على العملية العسكرية باسم التحالف على الساحة اليمنية هذا الرجل منذ البداية وهو طبعا يتبنى موقفا عدائيا ومتوجسا من الجيش الوطني خصوصا في مارب وفي بقيات المحافظات الشمالية تحديدا يعني حاول يحكس حالة عدم الثقات من جانب الملكة العربية السعودية والتحالف بحالة الجيش الذي يقاتل بشرف وكرامة وإخلاص من أجل أهداف وطنية خالصة ومن أجل المشروع الوطني هو طبعا لا يريد المشروع الوطني ولا يريد شيء ولهذا منذ اللحظة الأولى أول زيارة له إلى مارب بدأ يتحدث عن الفساد ويتحدث عن محاولة بيع الذخيرة إلى آخره وكان هذا جزء من مخطط إرباك القيادة اليمنية ومحاولة السيطرة عليها وأخذ الأمر فترة حتى باتت العملية العسكرية كلها تحت إشراف تركي أو فاهد بن تركي الأمير فاهد بن تركي وأنا أتفق مع العميد الذي تحدث من القاهرة هذه حقيقة إلى درجة مثلا أن جبهة الجوف لا تخضع لا للعملية المشتركة ولا للأركان ولا لأي شيء وإنما تخضع مباشرة لفاهد بن تركي يتصرفها كيفما يريد تم تشتيت الألوية والمعسكرات وتوزيعها في جبهات مختلفة وخلخلة الوضع الدفاعي والقتالي في محاولة الجوف حتى يتسنى للحوثيين التقدم بهذه السهولة وبدون مقاومة ليس بدون مقاومة وإنما دون أن يبدلوا ذلك الجهد الكبير أو يقدموا الخسائر الكبيرة بطبيعة الحال في الوقت الذي كل المنافذ المفتوحة أمام الحوثيين لحصول على الأسلحة جديدة منها صاروخ مضاد للطيران الذي أسقط طائرات الترنادو ومثل ذلك الصفع للمركة العربية السعودية وكنا نعتقد أن هذا التطور سيجعل السعودية تتحرك باتجاه مغاير بمعنى أنها تعزز الجبهات وتقوي وثيرة المواجهة مع الحوثيين لكنها تصرفت بشكل مختلف تماما وكأنها متفقة حتى مع الحوثيين على توفير هذه الذريعة التي تجعلها طبعا تخفف حتى من المظلة الجوية في العملية القتالية طبعا لو أن لدى الجيش الوطني القوة النارية الكافية لا محتاج لتغطية الجوية في نهاية المطاف هو يتكافأ مع الحوثيين لكن لو تأمتلك فارقا نوعيا فيما يتعلق بالكثافة النارية لأمكن إحداث التقدم والاختراق والوصول إلى صنعاء وقد كاد الجيش الوطني أن يصل إلى صنعاء ولكن هذا الأمير ومن يقف معه هم الذين يتحملون من مسؤولية كاملة عن الانتكاسة العسكرية في الإنسان ووضف إلى ذلك ربما ما ذكر في التقرير وما ذكر وضيفنا بالأمس على قناة بلقيس بأن الأسلحة السعودية التي وجهت لها الأوامر بالانسحاب من الجوف إلى الحدود السعودية كل ذلك لم يعد يوطي مجالا للشك بما الذي تريده السعودية طبعا الآن السعودية مخططها على ما يبدو هو الدفع بمواقهة عسكرية في مارد الكتلة السكانية الكبيرة في مارد ستقاوم لكن قوات التحالف ستكون شريكة في إذاء سكان مارد أنا أنصح السكان المدنيين بأن لا يبحثوا عن ملجأ آمن أفضل ملجأ ممكن أن يذهبوا إليه هو معسكر التحالف بما فيه من أسلحة واستعدادات فهذه الأسلحة إما تستخدم بما يتفق مع مهماتها كونها تقاتل في اليمن دفاعا عن الشرعية وهذه هي المشروعية الوحيدة وهذه الذريعة الوحيدة التي تبرر لماذا هذه القوات موجودة فإما أن تستخدم هذه الأسلحة لتحقيق هذا الهدف وإما أن تذهب إلى الجحيم هذه الأسلحة بمن فيها ما في ذلك قوات التحالف فالناس بدل أن يذهبوا إلى البحث عن ملاجئ لأن السعودية اليوم تتصرف كالإمارات في الجنوب على سبيل المثال وحرصت على أن يكون الطريق غير آمن حتى الذي يريد أن يرغب في الذهاب إلى بلده مضطر أن يذهب إلى عبر شبوة ومنها إلى أبيان ومنها إلى عدن ومنها إلى لاحش هناك كلاب حراسة نصبتها الإمارات واليوم توفر السعودية الحماية الكاملة لها يعني رأينا عندما كانت الإمارات مسيطرة عسكريا في عدن كان هناك موجة تهجير للشماليين هذه العملية تتكرر في ظل سيطرة القوات السعودية بمعنى أنه لا فرق بين محمد بن زيد ومحمد بن سلمان كلاهما سيئان للغاية وينظرون لليمنيين بازدراء ويشجعون هذه الأعمال القذرة بطبيعة الحال ويعملون على تفكيه المجتمع اليمني وخلق خصومات تاريخية يمكن أن تتراكم حتى لا يستطيع اليمنيون أن يستجمعون قواهم لكن إذا كانوا يعتقدون أنهم سينجحون في ذلك فهم غلطان جدا لأن الضخ الهائل للأموال من جانب هاتين الدولتين من أجل تحقيق هذه الأهداف السيئة أنا أعتقد أنه بمجرد توقف هذا الضخ هذا الضخ سيعود اليمنيون إلى رشدهم ويبحثون عن صغة حياة مشتركة واليمنيون أثبتوا ذلك خلال فترات تاريخية عديدة من تاريخهم لأن هذا الضخ الضخ الأموال للأسف يترافق مع سلوك جعل حتى أكثر الناس حماساً للتحارف من جانب الانفصاليين أو غيرهم وقد مرينا بهذا الطور في فترة من الفترات عندما اعتقدنا أن السعودية والإمارات جاءوا بالفعل لمساعدة اليمنيين على الخروج من مشكلتهم وعلى دحل الانقلاب نحن وأمثالنا وهناك اليوم انفصاليون كانوا متحمسون جدا للدور العسكري السعودي والإماراتي في الجنوب على سبيل المثال باتت لديهم اعتقد راسخ بات لديهم اعتقد راسخ بأن هذا التحالف جاء ليحارب اليمني الذي يرغب في الانفصال والذي يرغب في الوحدة جميعهم وقود حرب وسيتحولنا إلى وقود حرب لهذا النجاح لا محمد بن زايد ولا محمد بن سلمان في تحقيق أهداف تفكيك المجتمع اليمني ثم أن هذه الكترة السكانية الكبيرة اليمنية من الذي يضمن لمحمد بن زايد أن تردد عليه حتى عندما تيأس هذه الكترة السكانية الهائلة بالحياة لن يبقى لديهم من خيار سواء يتوجه إليك أنت وأنت هش للغاية السعودية بلد هش للغاية الذي يستجد اليوم يعني اليونان من أجل أن توفر له مظلة صاروخية يعني هل اليونان أغنى من المملكة العربية السعودية على سبيل المثال لكن المسألة هنا ليس لها علاقة لا بغناء ولا فقر بس تعبر عن مرحلة جديدة من العلاقة الاستراتيجية المهترئة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي ليس لديها استعداد اليوم لتأمين هذه المظلة فالسعودية أنا أستغرب يعني السعودية التي تحاصلها المليشية الشيعية من الشمال الشرقي تعمل وتستثمر وتضخ أموال هائلة لتقوية فصيل آخر تابع لإيران عند حدها الجنوبي كيف تأمن على ذلك أستاذ ياني ياسين خاصة أن هناك من يقول بأن ما حدث في الجوف ونهم وغيرها وما سيحدث ربما هو اتفاق السعودي حوثي أن تسلم شمال البلاد لهم كيف تستطيع أن تأمن ميليشيا جربتها أكثر من مرة ألا عهود لها وأن تظل في حدها الجنوبي الحوثيين مكينة إيرانية صناعة إيرانية البريطانية عندما صنعت عندما نصحت السعودية بأن تنفتح على الحوثيين في مقابل أن يفك الحوثيون الاغتباط مع إيران هذه نصيحة كارثية في حقيقة الأمر لكن السعودية ما كانت بحاجة إلى نصيحة السعودية هي طبعا فتحت قنوة الاتصال منذ وقت مبكر مع الحوثيين وهي تعتقد أن لها إرث في التعاون مع الحوثيين وأسلاف الحوثيين من الأئمة وتعتقد أنه بالإمكان إعادت هذه العلاقة لكن هذا الأمر طوي طوية ودخل حيز النسيان الحوثيين الجدود والأئمة الجدود لديهم طموحات مختلفة ومرتبطين آليا بالمشروع الجيو السياسي والجيو السراتيجي الإيراني شاءوا أم أبوا يعني في نهاية المطاف سيمثل الحوثيون إذا ما بقيوا يعني واضعين اليد على هذه المساحة من الأراضي اليمنية مصدر تهديد خطير جدا على الملك العربية السعودية وفي الواقع اليوم تتشكل لدى معظم اليمنين قنع بأنه لا داعي لمواصلة المعركة في مواجهة الحوثيين إذا بقي هذا التحالف هو القائد قائد هذه المعركة وهو الذي وجهنا هذه المعركة وهو الذي يؤمن إمدادات هذه المعركة لا حاجة لنا لهذه المعركة مطلقا يفترض اليوم أن نفكر بمسار نضادي مستقل بشكل كامل يخلط الأوراق على جميع الأطراف السيئة التي تتحكم بالقرار السياسي والعسكري طبعا اليوم الأنظار تتجه إلى أسوأ قيادة في التاريخ أسوأ وأردأ وأحط قيادة في التاريخ اليمن يمر بمرحلة صعبة للغاية هناك دماء تسفك وهناك كرامات تنتهك وهناك خيانات لشعب خرج ذات يوم مصوطة لهذا الرئيس ولهذا القائد ومنحه فرصة تاريخية لكي يؤدي دورا تاريخيا في هذا الوطن وتصرف كإنسان حاقد وموتور ومناطقي وهو اليوم يصمت عن هذا الذي يدور كله حتى بعض القرارات التي تبدو جيدة وتصدر عن الرئيس هذه هي تأتي في سياق الدفاع عن مصالحه التكتيكية الآنية لأسف الشديد هذا القائد راقد إلى الآن هل تعلمي أنه لا يوجد خبر في وكالة الأنباء اليمني السبا في موقع وكالة الأنباء اليمني السبا عما حدث في الجوف لماذا؟ لأن وكالة الأنباء اليمني السبا تعمل من مبنى يتبع وكالة الأنباء السعودية وهذه الأخيرة هي التي تقرر من الذي ينشر في هذه الوكالة على سبيل المثال القرار قطع العلاقات مع قطر لم يصع هو أي محرر يمني هذا فرض على وكالة الأنباء اليمني السبا من الغرف المجاورة نعم أن ينضم معنا عبر الهاتف المحلل السياسي دكتور محمد جميح مساء الخير دكتور أهلا بك كتبت في تغريدة لك دكتور محمد عن سقوط محافظة أو سقوط الحزم عاصمة الجوف بأنه الإنكاس طبيعي لبقاء القيادة السياسية والعسكرية خارج هذا البلد هل ما زالت الشرعية تقاتل الهوثي؟ طبعا نحن عندما نتحدث عن الشرعية نتحدث عن الجسم العسكري ونتحدث عن الجسم السياسي الجسم السياسي في معظمهم وللأسف الشرعي الخارج البلاد الجسم العسكري في معظمهم لنقول منصفين داخل البلاد لكن المهم أن رأس الجسمين في شكل عام يتواجد خارج رأس الجسم السياسي رأس الجسم العسكري أو رؤوس هذين الجسمين وهذه هي الإشكالية وهذا ما يولد لدينا ما يمكن نتواضع أو يسمى التواضع عليه بسم أزمة القيادة نحن بالتالي نعاني في هذه المرحلة من أزمة القيادة على كافة المستويات وفي مقدمة هذه المستويات المستوى السياسي والمستوى العسكري طبعا والمستوى الأمني وغير ذلك من المستويات أزمة القيادة عندما نتواصل أثناء المعارك في الجو الرجال موجودون العفادي لحد الماء موجود لكن لا توجد خطط ولا توجد يعني لا توجد المهام ولا يوجد كذلك خطوط مداد ولا يوجد تنظيم أو تنسيق بين الجبهات يعني تشتعر هذه الجبهة وتقف الجبهات الأخرى وتشتعر في مكان آخر وتنقف هذه الجبهة هذا طبعا يشير إلى مرض جوهري في إنية الشرعي اليمني هذا المرض هو أزمة يمثل أزمة القيادة على المستويين السياسي والعسل بشكل محدد لكن نأتي أيضا إلى مرض آخر هل المرض ملازم أو مشكلة أخرى ملازمة لأداء الشرعي عالي المشكلة هي مشكلة الغمو هناك أسئلة معلقة بلا أجودة لا توجد لها أجودة عندما يحصل تراجع في مكان ما أو في موقع ما تترك المؤسسة العسكرية وقيادة المؤسسة تترك الناس بالتخمينات والظنون نعم حتى اللحظة دكتور لم نجد أي تعليق لا سياسي ولا عسكري لما حدث في الجوف ما هو التبرير برأيك؟ أنا أقول أن هذا ليس خاصا بالجوف يعني منذ صفوق عمران ومنذ تقدم الحوثيين في عمران إلى أن وصلوا إلى عدن والغموض هو سيد المرحلة لن يخرج قائد أسهل واحد لن يخرج مؤتمر صحف واحد يشرح للناس يشرح للناس ما الذي يجري أحيانا الذي يجري ربما يكون أخف من ما يتصور الناس وتصور الناس تصورها وشكوك وتجيبها الشائعات مما يحطم الروح المعنوية لدى الحاظم الشعبي للجيش المقاومة ولدى المقاومين أنفسهم ربما لدى أفراد الجيف لماذا؟ لأنه لم يخرج مسؤول أو قائد عسكري أو مسؤول هنا أو هناك ليشرح للناس ما الذي يجري هذا الغموض ربما يؤود إلى أن الكثير من القيارات العسكرية ليس على الطرق كامل وشامل بما يجري ربما يعود إلى أن كثيرا من القيارات العسكرية ربما تعرف ما يجري لكنها لا تستطيع ولا تجروا أن تتحدث ونحن بالأسف الشريط ليس لدينا معلومات كافية لنتكلم أو المحلل أو المواجل وإنما يترك أرض الشائعات التي تنتشر والتي يضخها الحوثيون ويغضيها اليوم أختي الكريمة الحوثيون يضخون أخبار أن المسؤولين في مأرب وأن الخبائل في مأرب تتقاوض بتسليم مأرب سلما وعدم تعريضها للجمال كما حصل الجوه وهذا ليس له أساسا الصحة لكن وجدت هذه الأخبار والشائعات مناخة ملائمة في طل طمس المتورسي الذي لنتكلم عن ما جرى وانتشر لكن أنا أقول بأن المعضل الأساس بكل هذه المعضلات هو بقاء القيادة الشرعية خارج الأساس أنا أعتقد أننا في كل يعني انتكاسة تحصل تطلق الأضوار على هذه المعضلة وهي المعضلات الجوهرية وغنيوية الشرعية اليمنية لا يمكن أن تحل تتحمل مسؤوليتها قيادة الشرعية ويتحمل مسؤولية أيضا قيادة الحالف العربي ما لم نعد الرئيس وطاقم الحقوم بشكل كامل ونهائي وبدون أي يعني أعدار أو مضررات ما لنعودوا إلى عرض الوطن فإننا سندفع ثمنا غاليا الناس الآن بدأت تتسأل عن مدى جدوى هذه الشرعية أنا أضرب مثالا واحدا لو سألنا المواطنين اليمنيين بإستيام استراضي في سنة 2012 سنة انتخاب الرئيس لأن عبد الرب منصور هادي عن مدى يعني ثقاتهم وولائهم الرئيس هادي وسألنا الناس اليوم عن مدى هذا الولاء وهذه الثقة وقدنا فارقا سبيرا بالأسف الشديد الرئيس يخسر الشرعية يخسر نائب الرئيس يخسر رئيس الحكومة يخسر رئيس البرلمان يخسر الشرعية يخسر ما لم يعودوا إلى عرض الوطن لأن خسارة تزداد يوم عن يوم نعم إذن ما الذي يجب عمله فيه سؤال أخير دكتور وأنت ابن مأرب وهذه الشايعة التي تدار برأيك ما هي الخطوة المقبلة سواء للشرعية أو للحوثي أنا أعتقد أن الخطوة المقبلة هي أن ترس الشرعية صفوفها فياسيا وعذكريا وعذكريا قبل فياسيا الآن لأن النحظة الميدانية هي الأهم أن تمج الشرعية يدها لكافة المكونات أن تسد الثغرات التي يتسرب منها يتسرب منها الدعم والجهد والطاقة في معارف جانبية لا معنى لها ولا طاعم من أجل توجيه الجهود وتبكيز المعرفة على الجانب المهم لدى حر الإنقلاب عليها أن تخلص النية وأن تخلص الإرادة وأن ترتقي إلى مستوى الجرح اليمني وأن تتمثل قضية الضوار عاشية ستمبر الذين تمثلوا مبادئهم وقيمهم الجمهوري وارتقوا إلى هذا المستوى هذا ليس كلام نظريا هذا كلام محتاجه هذه ليست مثاليات هذه المواطن اليمني على أرض الوارد والجنس والمقاتل والمقاوم يطرحونها اليوم لأنهم يحصلون بمدى الحاجة إليها رص الصفو القتالية والميدانية أولا مواجهة الشائعات أن يبرز الذين يختبئون اليوم ملايون ديون أن يظهروا وأن يتحمل المسؤولية يعني ليست نهاية المطاف أن تسقط الحزم أن نحن نهزمنا في الحزم لكننا انتصرنا من باب المندد إلى ساعة الحديدة وانتصرنا من عدن إلى داخل مهم يعني الحرف يوم لفع يوم عليه ليس معيبا أن ننهزم ويعلينا أن نعترد أن نهزمنا في الحزم وانتحبنا من الغير هذه ليست مشكلة الهزيمة ليست فقدان الحزم الهزيمة هي فقدان العزم والإرادة والتصميم على السجاعة الوطن نعم إذن شكرا جزيلا لك دكتور محمد جميح المحل الأسياسي كنت معنا عبر الهاتف من لندن عبد إليك أستاذ ياسين أستاذ ياسين ما الذي تتوقع أن تقوم به ميليشياء الحوثي وإلى إن تتجه أنظارها ربما تحدث الدكتور محمد وأنت سمعت إليه لنقطة مهمة أنه يعني حين تفقد منطقة لا يعني ذلك نهاية الحرب لكن من خلال السيناريو الذي يتكرر كيف يمكن قراءة المشاهد السعادة نهم من قبل أو السقاط نهم من قبل الحوثيين ومن ثم الجوف هذا يمهد الطريق لتوجه نحو مأرب ليس هناك ما يمنع الحوثيين من تعقيق هذا الهدف العسكري الاستراتيجي بالنسبة لهم في مأرب هناك مقريات كثيرة منها حقول النفط والغاس وعندما يمسك الحوثيون بهذين المصدرين فهما يتحكمان بالدولة اليمنية بمواردها الأساسية ومعظم أبعادها الجغرافية الاستراتيجية تقريبا إذا وضعوا يدهم على هذه المناطق فوضعوا يدهم على اليمن بالكامل بقية اليمن عبارة عن مناطق فراغ سكاني لا قيمة لها وبالتالي هذا يسمح لهم خوض جولة لاحقة لاستعادة اليمن بكامله لأنه لن يكون هناك أقوى طرف قادر على التغيير في البلاد سواهم لأنهم يمتلكون كتلة بشرية هائلة سيضعون اليد على هذه الكتلة البشرية الهائلة وعلى الموارد الهائلة التي توفرها هذه الكتلة البشرية الهائلة وعلى موارد النفط والغاز وبالتالي سيستطيعون فرض أمر واقع جديد نختلف وخارج الترتيبات والسياقات التي يحاول التحالف فرضها من خلال خلق كيانة طبعا تتقاطع الأهداف بين التحالف كما هو واضح وبين الحوثيين فهم يريدون الحوثيين أن يصلوا إلى هذه النقطة ربما لن يسمح للحوثيين بالسيطرة على منابع الغاز والنفط لكن سيسمح للحوثيين بالضغط باستعادة مدينة مارب أو بجعل مارب تحت رحمة الحوثيين وبالتالي قضع الإمدادات التي توفرت ذات يوم لشبوة وسمحت لها بتغيير المعادلة العسكرية هناك وطرد القوات الإماراتية والقوات التي أنشأتها الإمارات من نخب وأحزمة أمنية وإلحاق الهزيمة بها اليوم الإمارات بعد أن وضعت الأسس وفشلت في محاولتها تركت المجال للمملكة العربية السعودية والمملكة العربية السعودية تقوم بهذا الهدف طبعا بالتنسيق مع الإمارات لا شك لأن لا تزال الأدوات الإماراتية تعمل في المحاولات الجنوبية لهذا هم يريدون تحقيق تمكيرا حثيم من الضغط الهائل أو على الأقل بخلق قاعة جديدة تمنع الاتصال بين مأرب وشبوة وتسمح بإعادة شبوة إلى سيطرة المجلس الانتقالي وهذا ينقل التحالف إلى مرحلة جديدة وهو إنهاء دور الصوت الشرعية وتقديم ومخاطبة المجتمع الدولي على أساس أن هناك وقاع جديدة ونحن خاب ظننا بهذه السلطة الشرعية للأسف الشديد دعمناها قدمنا لها الغطاء الجوي قدمنا لها الدعم العسكري ولكنها لم تستطع أن تحافظ على مكاسبها جيشها متخاذل قيادة العسكرية غير كفؤة وغير مؤهلة ولا نستطيع أن نصل معها إلى حل وطبعا هذا اليوم هذه الاتهامات تتراكم ستقدم في صيغة مقترح رسمي إلى المجتمع الدولي وبالتالي سيبدأ المجتمع الدولي يتحدث يبحث في تسوية قائمة على مسألة الأمر الواقع هذه وهي تقسيم اليمن وعندما ينقسم اليمن طبعا السعودية قد وضعت يدها على المهرة والإمارة وضعت يدها على السقطرة وطبعا سيكتشف أبناء مثلثة الدوم أنهم لا يلون على شيء عدن وعدن التي يجرفون منها القوى المنتجة والمبدعة والناس الذين صنعوا عدن اليوم يجرفون بهذه الطريقة المهينة من قبل قطعان مثلثة الدوم للأسف الشديد هؤلاء سيكتشفون أنهم تعرضوا لخديعة كبرى يعني انظروا إلى الأعمال التي قاموا بها قتل، تخريب، تهجير أعمال لا يقوم بها إلا المجرمون الذين لا يخشون الله والذين لا يحترمون الحقوق ولا الحريات ولا يدركون ماذا يعملهم قطعان هائجة متحكم بها، مسيطر عليها مرتزقة يعملون كل ذلك مقابل أجر زهيد طبعا لا يقدم ولا يأخر سيكتشفون أنهم فجروا خلافات مع محيطهم لن يجدوا سوى هؤلاء الناس يتعاملون معهم المناطق المجاورة أبناء مدينة عدن الأبناء مدينة عدن الذين حذرون من المحاوظة الشمالي هؤلاء الذين سيتعاملون معهم في المستقبل لكن سيجدون أنفسهم بلا موارد حضر موت ستذهب بعيدا ستسيطر عليها المملكة العربية السعودية وهناك أكثر من وسيلة لتحقيق هذا الهدف هناك عدد كبير من رجال الأعمال لا يستطيعون أن يغامرون أو يقامرون بمصالحة امتجارية مع المملكة العربية السعودية وبالتالي سيدعمون فكرة احتواء حضر موت وإنهاء دورها هذا السيناريو الكارثي في تصوري هو الذي أراه يتحقق لهذا لهذا على الشرعية أي شرعية نعم لكن أنا أشفق على الناس الذين يتواجدون في الجبهات ويحاولون الحديث عن معركة متواصلة مع الحوثين أقول لهم هذه المعركة لم تعدت عنيكم الآن هذه المعركة التي يديرها التحالف ويمولها التحالف ويوفر إمداداتها بالقطارة التحالف ويتحكم بها متى ما أراد هذه المعركة ليست معركتها نعم يعني نحن نتحدث حقيقة من أن يستمدون هذا الإيمان أنا يعني في غاية الغضب والحزن للتضحية الهائلة التي قدمها أبناء محاوظة الجوف وعلى رأسهم اللواء من العكيمي الذي ضحى بنجله وهو يقاتل وهو يعتقد فعلا أنه مسنود وأن معركته ستنتهي إلى النصر لكن لم يكن يعلم لا يعلم أو لا يعلم لا أدري وأنا في الحقيقة هذه القيادة العسكرية لا ينبغي أن يحكمها الحماس فقط لا ينبغي أن تتسلح بالحماس فقط عليها أن تتحلى بالحكمة بالرؤية الصائبة باستشراف المستقبل نعم ربما أصد يدور حتى لا تقدم التلحيات هذه هباء منتور أكثر من ثلاث سنوات ونحن ربما نتحدث عن بعد كل سقوط لأي منطقة أو محافظة بعد تشكيل الحزام الأمني بعد العديد من الكوارث التي أتى بها التحالف نقول ما الذي يجب على شرية أن تفعل عليها أن ترتب صفوفها أن تستعيد أوراقها أن 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 يعني هل ما زال هذا الأمر مجديا الآن عبد الربو مصر هذه لم يعد القيادة الأعلى لم يعد يتصرف كرئيس عبد الربو مصر هذه متآمر عبد الربو مصر هذه تحمل المسؤولية السياسية والعسكرية والأخلاقية عن كل الكوارث التي تلحق بالإيمني في هذه المرحلة عبد الربو مصر هذه سحب في أشد اللحظات حساسية وفي اللحظات التي احتاجها فيها الشعب اليمني إلى ظهور عبد الربو مصر هذه ليقول شيئا عبد الربو مصر انسحب نائبه انسحب الرئيس الوزراء انسحب هل تعلمين أنهم يعني كادوا ماذا أقول يعني عندما فكرت الحكومة في إدانة ما قامت به الإمارات في 29 أغسطس كان هناك وزراء في الحكومة يعترضون على مسألة إدانة الإمارات كان هناك تهرب حتى من الرئيس عبد الربو مصر هادي لتبني موقف كهذا إذن لا حاجة لنا بعبد الربو مصر هادي طبعا هذه النتيجة هي ما تتطلع لها المملكة العربية السعودية والإمارات الآن هي أوصلتنا إلى هذا الشعور لكن ما بليد حيلة طبعا لكن عندما نقول أن عبد الربو مصر هادي لم يعد يمثلنا لم يعد يمثل الشرعية ينبغي علينا أن نفكر بطريق آخر يعقد الأمور على جميع الأطراف التي تتأمر على بلدنا وفي مقدمتها إيران والحوثيين والمملكة العربية السعودية والإمارات وكل هذه الأطراف السيئة مسألة أننا نتخلى على الشرعية دون أن يكون هناك بدائل لأنه في هذه المرحلة التي وصلنا إليها يأسنا من هذه الشرعية هذه الشرعية لن تقدمنا لنحل مطلقا وبالتالي هذه الشرعية إذا استمرنا في الاعتراف بها على أنها شرعية فهذا يعني أننا نعطي السعودية والإمارات المزيد من الفرص لاستثمار هذه الشرعية السيئة لتحقيق أهداف لها علاقة بتفكيك دولتنا وضرب وحدتنا وإنهاء جمهوريتنا وقتل أحلامنا في حياة أفضل نحن شعب نتطلع إلى حياة كريمة وعيش كريم رغيد كما هي بقية شعوب العالم أوروبا عندما أنشأت الاتحاد الأوروبي كان هناك دول على الهامش مثل أسبانيا مثل اليونان مثل البرتغال والدول التي خرجت من كنافة الاتحاد السوفيتي الحقتها بالاتحاد الأوروبي واستثمرت في تطويرها وتطوير البنية التحتية فيها ودمجتها في الاتحاد الأوروبي وأصبحت دول متكاملة لا فرق بين هذه الدولة وتلك الدولة هناك تفاوت في المستوى الاقتصادي لكن هناك حياة كريمة متوفرة للجميع السعودية تعمل على ضربنا على قتلنا التي تعيش هي بكرامة من هو الشعب السعودي حتى يعيش بكرامة على حسابنا؟ هو لفيف خليط من العشائر والوافدين من كل أنحاء العالم يعني هل يعقل هذا اللفيف أن يضحي بثلاثين أو بأكثر من ثلاثين مليون نسمة في الحد الجنوبي في اليمن في بلدها الحضارة من أجل أن يعيش في رفاه؟ لماذا؟ لا ينبغي أن يعيش في رفاه من الآن فصاعداً على السعودية أن تتوقع وهناك مخطط دولي لتفكيك السعودية السعودية هي الهدف صحيح نحن اليوم نواجه المشكلة ونقدم كل هذه التضحيات لكن في النهاية الهدف هي السعودية كما هو للأسف الشديد الذين يخططون لإذاء تركيا من خلال سوريا يخططون أيضاً لإذاء السعودية من خلال اليمن هي من تدفع الثمن مع الأسف شكراً جزيلاً لك الكاتب الصحفي ياسين التميمي كنت معنا في هذا الحلقة من المساء اليمني شكراً لكم أيضاً مشاهدين الكرام بحسن متابعتكم فنلتقيكم في مساء اليمنين جديد كنوا برعاة الله وامنه اشتركوا في القناة